اكد سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء على همية الانشطة والفعاليات التي تستهدف تحفيز قيم البذل والعطاء في المجتمعات العربية والتحفيز على تسخير الطاقات والامكانات لخدمة الانسانية مشيدا سموه بالمبادرات التي يتبنى سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة في ابراز العلامات المضيئة في مجالة العمل التطوعي بالمجتمعات العربية ومن اهمها جائزة الشيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي جاء ذلك خلال حضور سمو نائب رئيس مجلس الوزراء لحفل توزيع جائزة عيسى بن علي للعمل التطوعي والذي وقيمت تحت رعاية سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة ونظمته جمعية الكلمة الطيبة بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع بحضور عددا من كبار المسؤولين بالمملكة وضيوف الجائزة من داخل وخارج البحرين وفي كلمتي امام الحفل تقدم سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة بالشكر والعرفان الى القيادة الرشيدة في عالى توجيهاتها بان يكون للقطاع التطوعي دور بارز في التنمية المستدامة مضيفا ان رعاية سموه لهذه الجائزة العربية تجيء كترجمة لفكر وتوجهات صاحب السمو الملكي الامير الوالد خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر والذي اسس قواعد راسخة للمسؤولية الاجتماعية وساهم تشجيعه الدائم في امتداد الجائزة من البحرين الى الخليج العربي وسائل ربوع العالم العربي واكد سمو ان اهمية الجائزة العربية لا تقتصر فقط على فتح افاق رحبة للشراكة التي تخدم الاوطان والمجتمعات وتحصن جيل الشباب من مستنقعات السلبية والعنف بل تتمثل ايضا في تحفيز العمل التطوعي واجاد القاعدة الراسخة له من مختلف شرائح المجتمعات العربية من جهتي قال السيد حسن مهزار رئيس الاتحاد العربي للتطوع ان هذه الجائزة العربية المرموقة ترتكز على مبدئين رئيسيين هما التقدير والتحفيز وذلك من اجل تطوير البنية التطوعية التحتية في العالم العربي من ناحية كشف السيد محمد العصفور نائب رئيس الاتحاد العربي للتطوع عن الانجازات التي حققها الاتحاد خلال العام الماضي وفي مقدمتها تنظيم دورتين سنويتين من جائزة عيسى بن علي الخليفة للعمل التطوعي والاتفاق مع مسؤولي الجامعة العربية على ان يكون الاتحاد دور رئيس في العقد العربي للمجتمع المدني الذي اطلقته الجامعة 2016-2025 وشهد الحفل تكريم سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة رعي الحفل للفائزين بدرع الجائزة والفائزين في مسابقة افضل مشروع تطوعي بحريني كما تم تكريم جائزة الشارقة للعمل التطوعي كما تم عرض فيلم وثائقي عن جائزة عيسى بن علي الخليفة في شقيها التكريمي والتواصلي وخطة التطوير المستمرة على مدار الأعوام الستة الماضية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة